السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة انا جايبه لكم وصفة رمضانية كلنا بنحبها هنعمل ايه احلى واجمل سامبوسة سامبوسة محشية باللحمة المفرومة من غير دقيق ومن غير شفان خالية من الجلوتين من غير منتجات قلبان طعمها جميل جدا وهم حاجة كمان بقى ان هي من غير قلي مقرمشة وصحية وطعمها لذيذ قوي مناسبة لكل انواع البيت وطبعا مناسبة للكيتو دايت واللوكارب والمرضة السكري ومقومة الانسولين ومناسبة كمان لمرضة حسية البلوتيب وحساسية الالبان سامبوسة رمضان يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بسيطة جدا هنحتاج في الوصفة كوب عياري مليان من دقيق الحمص او دقيق الترمس الحالو اي واحد من الاتنين النتيجة واحدة ومعايا كمان بيضة واحدة كبيرة كوب عياري مليان ساعة 250 ملي من المياه ملحه ملايا ومعايا خلى ابيض هي دي بس المكونات هنجيب دلوقتي طبق كبير واول حاجة هنحطها البيضة المكونات معانا اساسية وسبتة جماعة البدائل بس هو في دقيق الحمص او دقيق الترمس واحد من الاتنين هينفع في الوصفة وبعد كده هنحط تقريبا معلقة صغيرة من الخل الابيض ده لشان ما نحسش ابدا بزفارة البيض لو عايزين تستعمله خل تفاح مفيش اي مشكلة خل تفاح وضوي وهنحط كبير تقريبا ربع معلقة صغيرة من الملح انا استعملت ملح العملاية ممكن تستعمله الملح العادي وهنقلب بعد الوقتي البيضة كده مع الخل والملح نقلبهم بالمضرب اليدوي وبعد كده حطيت كوب عياري مليان من دقيق الحمص او دقيق الترمس الحلو ومش المر انا هنا في الوصفة استعملت دقيق الحمص ممكن تستعمله دقيق الترمس كبديل ونحط الميا الاول كده قبل ما نقلب يعني ما نقلبش دقيق الحمص او دقيق الترمس مع البيضة لأ نحط الميا الاول عشان ما يكلكعش ونفضل نقلب ونضيف الميا بالتدريج لغاية لما نوصل للقوم اللي هنشوفه دلوقتي احنا مش هناخد الكوب عياري بتاع الميا كله هناخد تقريبا كباية لربع من الميا يعني تبقى معيا كده اقل من كباية ميا هوريكو بس دلوقتي الخليط بيكون معانا القوام بتاعه ازاي لازم يكون معانا القوام بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي ده بيكون معانا القوام بالتقل ده هو كده تمام اوي لازم توصلوا للقوام يكون معانا كده يلا بنا بقى نجاهز عجينة السنبوسة الطريقة سهلة خالص خالص هنستعمل طاصة غير لاسقة ولازم نتأكد ان النوع كويس قوي طبعا انا مش هوريكم الكمية كلها انا هوريكم بس كم واحدة كده زي بنعملها هنجيب بقى دلوقتي طاصة غير لاسقة تكون نوع كويس يا جماعة ما بلزاش في المكونات ونشغل نار بتجاهز على نار متوسطة وهنجيب بقى دلوقتي فرشة بالشكل ده كده ونبدأ ندهن كده كأننا بنوزع الخليط بالشكل ده ما نعملش طبقة كبيرة يعني احنا مش بنعمل كريب احنا بندهن كده نملة الطاصة كلها طبقة خفيفة من الخليط بالشكل ده كده نحاول ان نملة الفراغات ما يكونش فيه اي جزء باين كده من الطاصة نغطي الطاصة كلها بالشكل ده ونخلي بقى نار بتجاهز على نار هادية ونغطي بقى دلوقتي عليها كده مجرد اقل من دقيقة بعد كده بنشيل الغطة اول ما الطبقة اللي احنا عملناها دي تسيب الطاصة خلاص كده هي كده استوت هنجيب بقى دلوقتي يزبط لها كده يكون اللي سن بتاعها رفيع كده علشان يبقى سهل ان احنا نطلع عجينة استنبوسة من الطاصة هنمشيها كده على الاطراف لما تسيب معانا الطاصة خالص كده بقى هي كده خلاص استوت وطبعا في الوقت ده بنكون محضرين طبق فيه شوية من زيت الزتون عشان كل ما طبقة تطلع معانا ندهنها كويس كده بزيت الزتون عشان تفضل طرية وما تنشفش شايفين ما شاء الله سايبة الطاصة خالص ومستوية وكمان متماسكة هنجيب بقى دلوقتي طبعا انا طبعا عملت واحدة قبل كده مش هوريكم الكمية كلها عشان الفيديو ما يكونش طويل بتطلع معانا بقى عجينة استنبوسة جميلة جدا كده هندهنها بقى دلوقتي بزيت الزتون ندهنها كويس كده وبزيت الاطراف عشان بتكون نشفة زيت الزتون ده يخليها طرية وكمان هيبقى سهل خالص ان احنا نلفها طبعا انا هحط بين كل واحدة والتانية ورق من بتاع السندويتشات كده او ورق زبدة يعني ما نحطهمش فوق بعض عشان ما يلزقوش ونغطيها فوطة علشان تفضل معانا طرية لغاية لما نخلص الكمية كلها هوريكم بقى بردو دلوقتي واحدة تانية انا مش اغلا النار على الطاصة مش بقفلها نار متوسطة وبالفرشة هنبدأ ان احنا ندهن كده الطاصة بالشكل ده كده نحاول ان احنا نعمل طبقة كده مالية الطاصة كلها من غير اي فراغات الخطوة دي مهمة علشان تطلع معانا عجينة السنبوسة متماسكة اه بعد ما ماليت القوع بتاع الطاصة بالشكل ده كده اه بالطريقة دي كده يا جماعة ما تحطوش كتير مجرد بس ان انتو دوتونوها هنغطي عليها بقى ونسيبها اقل من دقيقة واول ما تسيب معانا الطاصة كده بتكون جاهزة معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله جميلة جدا مش بتاخد وقت ابدا وسهل لو سريعت التحضير هنتأكد بس ان هي سابت معانا الطاصة كده وهنجيب تاني الطبق وهنشيل بعد الوقت الفوطة وطبعا ما بين كل طبقة والتانية بنحط ايه ما بين كل طبقة والتانية بنحط ورق علشان ملزقش ببعضه ولازم ان احنا ندهن العجينة السنبوسة بزيت الزيتون كويس او بالشكل ده وبعد كده هنرجع تاني نحط طبقة من الورق ما بين كل واحدة والتانية ورقة لو ما فيش ورق الساندوتشات ده عادي ما فيش اي مشكلة حطوهم فوق بعض بس دهنهم كويس او كده بزيت الزيتون انا بحط الورق ده علشان ياخد زيت الزيتون الزيادة اه وبعد كده بنغطي بالفوطة لازم نحط عليهم فوطة علشان يفضل معانا طريق وهوريكو برضو كمان واحدة كده اه انا صرعت الفيديو بس عشان ااكد لكم ان كل الكمية بتطلع معانا نجحة مفيش ولا واحدة بتتقطع بتطلع معانا نجحة وكويسة جدا بالشكل ده بس اهم حاجة اتبعوا الخطوات اتبعوا المقادير هتطلع معاك ونجحة شايفين ما شاء الله جميلة جدا وبرجع ااكد ما تنسوش ان انتوا بعد ما تطلعوا كل طبقة من السنبوسة تدهنوها كويس او بزيت الزيتون ودلوقتي بقى انا اخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وبعد ما خلصنا بقى خلاص عجينة السنبوسة هنسيبها على جنب وفي نفس الطاصة هنعمل الحشوة الحشوة بقى على كيفكم تعملوا لحمة تعملوا فراخ تعملوا تونة تعملوا جبن زي ما انتوا عايزين انا هعملها باللحمة المفرومة جبت نفس الطاصة حطيت فيها بصلها صغيرة قطع طعم وكعبات وحطيت حتة سمنة صغيرة اوي واول ما البصرة تبدأ تتشوح معانا انا دلوقتي بعمل لحمة متعصجة بالطريقة العادية خالص اول ما البصرة تتشوح معانا هنحط بعد الوقتي عليها اللحمة المفرومة اي كمية عندكم وهنشوح بعد الوقتي اللحمة المفرومة مع البصرة وانا مجهزة معايا هنا فلفل الوان وده اختياري الحشوة جماعة على كيفكم حطيت شوية بسيط كده من الفلفل الوان الاحمر والاصفر وهنقلبهم مع بعض وبعد كده هنحط البهارات بقى زي ما انتوا برضو عايزين البهارات انا هحط ملح وفلفل اسود وكمون وبابركة وكمان هحط بودرة ارفة وبودرة جنزبيل وكمان هحط كامون حطوا البهارات على كيفكم انا دلوقتي بحط البهارات بقى التشكيلة اللي انتوا بتحبوها في اللحمة المفرومة حطوها وبعد ما حطيت البهارات بالشكل ده هنقلب بقى دلوقتي على نار عالية كده لغاية لما اللحمة تستوي هي مش بتاخد وقت اقل من خمس دقايق كده وبتكون جاهزة معانا حشوة اللحمة المفرومة شايفين ما شاء الله جميلة جدا مش بتاخد وقت ابدا خلاص كده جاهزة معانا يلا بينا بقى نعمل احلى سنبوسة دلوقتي بقى هنشيل الورق اللي هو بين العجينة بتاعت السنبوسة بالشكل ده شايفين ما شاء الله طرية وجميلة جدا هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نحشيها ونقطعها الاول هنقطعها على الحجم اللي انتوا عايزين بيه السنبوسة وبعد كده هنبدأ ان احنا نحشيها وما شاء الله العجينة طرية ونكحة ويبقى سهل خالص ان احنا نحشيها ونعملها بالاشكال بتاعت السامبوسة شايفين ما شاء الله جميل جدا ازاي يلا بينا بقى دلوقتي نقطعه ونبدأ ان احنا نحشي السامبوسة هنجيب بقى دلوقتي العجينة بتاعت السامبوسة ونبدأ نشيل الاطراف اللي هي على الجنب دي علشان يبقى سهل ان احنا نحشيها بمنتهى السهولة وبعد كده هنقسم كل واحدة نصين بالشكل ده هعمل برضو بقى الكمية بنفس الطريقة كده الاول نجهزهم يعني عشان نحشي على طول اهم حاجة نشيل الاطراف اللي على الجنب دي لان هي بتكون نشفة شوية عشان ما تقطعش معاكو الورقة بتاعت السامبوسة وانت بتحشوها وبعد كده بنقسم كل ورقة اتنين بالشكل ده وده بيكون شكلها بعد ما قطعتها خلاص كده جهز دلوقتي شايفين ما شاء الله جميلة جدا يلا بينا بقى نبدأ نحشي ورقة السامبوسة هنبدأ بقى دلوقتي نحشيه بطريقة سهلة خالص بالطريقة المعتادة بتاعت السامبوسة ونحطها بقى دلوقتي على ورقة السامبوسة كده ونبدأ نلفها بطريقة سهلة خالص هوريكو كم واحدة كده علشان ايه نوريكو ازاي ان هي سهلة انها تتلف بالطريقة دي كده اهم حاجة بس ايه ان احنا نضغط عليها كده واحنا بنلفها واخر طبقة كده بندخلها جوه بالشكل ده عشان تدينا شكل مسلس هعمل برضو واحدة تانية بنفس الطريقة شايفين ما شاء الله سهل جدا ان احنا نلفها كده وطرية وحلوة قوي اهم حاجة بس ان اخر جزء كده بندخله جوه من الطرف التاني علشان تفضل معانا متماسكة وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها وطبعا باقي كمية اللحمة المفرومة دي ممكن تحطها في اي حشوة تانية وانا حطيت بقى دلوقتي السامبوسة كده على صنية او صاق ودحتها ورقة زبدة علشان بقى دلوقتي ندخلها الفرن ونخليها ان هي تتحمر وتتقرمش شايفين ما شاء الله جميلة جدا اما الاطراف اللي احنا قطعناها كده من عجينة السامبوسة حطوها في الفرن 10 دقايق كده او في القلاية الهوائية وهتديكوا احلى واجمل ارقيش دلوقتي بقى هناخد الصنية دي وندخلها الفرن بندخلها على فرن سخنة على درجة حرارة 180 بنشغل الفرن فوق وتحت يعني الفرن والشواية عشان تتحمر وتطلع معانا مقرمشة وجميلة جدا كده بتعهد بس في الفرن شغال فوق وتحت يعني الفرن والشواية لمدة 10 دقايق علشان تبقى معانا مقرمشة وجميلة جدا بالشكل ده ودي بتكون معانا المقادير اللي انا استعملتها في الوصفة بالزبط وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده هي مش محتاجة معا غير شوية مخلل بصراحة يا جماعة طعمها زي السنبوسة الاصلي بالزبط مش هتحسوا باي فرق شايفين ما شاء الله جميلة جدا ومتمسكة متحمرة ومقرمشة وطعمها لذيذ قوي هنقطع بعد الوقت كده واحدة من السنبوسة عشان تشوفوا ازاي هي معانا من جوة مستوية وحلوة قوي بتكون معانا بالشكل ده ان شاء الله هتعجبك او يمقرمشة من بره وطريقة من جوة كده وطعمها لذيذ جدا وفتحت واحدة تانية برضو شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبك وكده قدمت ليكو احلى واجمل سنبوسة صحية من غير قلي خالية من الجلوتين من غير منتجات البان مناسبة لكل انواع الدايت والكيتو دايت واللوكرب والمرضى السكري اوعى تنسوا اللايك والشاري للفيديو وبالفهنة وعافية